السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اهلا بيكم معكم مسحب يا راجب ان شاء الله سنساتنا ممكن مع بعضنا اولاد مراجعات ايه الامتحان علشان امتحان نصف العام الترميل الاول عشرين وربعة وعشرين. النهار ده معنا امتحات متوقع مادة تكنولوجيا لمعلمات الارتصالات اللي نخرج عندها الامتحان. لازلنا قبل كده مراجعة المتمازل ايه الامتحان مراجعة قوية جدا. الفيديو موجود على القناة في قيمة تشغيل الصف في سلس وتحتيه لينك الايه المراجعة. والنهار ده برضو معنا امتحات متوقع خمس امتحانات. هسيب لكم برضو لينك مراجعة اسفل الفيديو. يلا بينا نبدأ مع بعضنا يا ولاد الاختبار الاول. ايت ما ننساش نعمل لايك واشتراك في القناة عشان يصلنا ان شاء الله كل جديد. السؤال الاول. ده علامة صح او مع العبارات الصحيحة وعلمة خطوة مع العبارات غير الصحيحة. تربط شبكة وترجزة الكمبيوتر بعضها لمشاركة المعلومات. طبعا دي جابل صحيحة. يفضل التواصل عبر الانترنت مع اشخاص لا تعرفهم غلط طبعا. يقول طبعا الفيرس مكتبة الاسكندرية مثلا على قاعدة البيانات. صح. يسمح المحول الاجهزة السلكية بالاتصال اه? بالشبكة. طبعا ده يا ولاد صح. الواقع لافتراض هوبئة حقيقية. تسمح للمستخدمين بالسكشاف في محيطهم. طبعا دي غلط. تتطلب المصادقة ومتعددة العوامل طريقتان على قاعدة احديد الهوية. صح. يمكن استخدام الزكاة الاصطناعة في تحسين الحياة اليومية. صح. السؤال التاني. السؤال اختياراتي اختل الاجهزة الصحيحة. بيقول لك تتكون وسوم لغة ترميز النص التشعبي من نوع اجزاء رئيسية. اربعة خمسة سلاسة سبعة طبعا قال لك من سلاسة اجزاء رئيسية. يعتبر نوعات من امثلة الحسابة السحبية. جوجل درايف ولا فيسبوك ولا واتساب ولا يوتيوب. طبعا يا ولاد يعتبر ايه جوجل درايف. من ايه من امثلة الحسابة السحبية. نظام التشغيل النوعات يعمل على اغالبيت اجهزة الكمبيوتر العالميا. نظام تشغيل ايه اندرويد ولا ويندوز ولا ماك او اس ولا ابل اي او اس طبعا يا ولاد الويندوز. تستخدم منصة نوعات لحفز الملفات ومشاركتها بالانترنت. او تلوك واندرايف ولا وورد ولا فيسبوك. طبعا يا ولاد واندرايف. استخدام منصفحات الانترنت الامنة من احتياطات الامن السبراني. الهجمات الالكترانية. اقتصاد الاحتيالي والهجمات السبرانية. طبعا يا ولاد الامن السبراني. تتكون لغة نوعات من العناصر الاساسية لانشاء صفحة الويب. اتش تي سي ال. اتش تي ام ال. اي او اس. والاندرايف. طبعا يا ولاد اتش تي ام ال. لانشاء كلمة مرور قوية يجب ان تتكون من حروف فقط. ارقام فقط. خمس حروف ولا حروف واركام ورموز عشوائية. طبعا حروف واركام ورموز عشوائية. الافراط في لعب. الالعاب الالكترونية يتسبب في بعض المخاطر الجسدية مثل. صداع عدوانية قلق اكتاب دي كلها مخاطر نفسية. الخطر الجسدي هو الصداع. الاختبار الثاني يا ولاد. صح ولا غلط? يجب عدم اخبار احد من نصرتك عندما تعرض بيانتك للخطر. لا طبعا غلط لازم نخبر احد الولدين. تستخدم الشبكات السلكية لتوصيل الاجهزة بدون اسلاك. طبعا السلكية بدون اسلاك خطأ. يستخدم الواسب. لو الاعلامة بتاعة البنية تمثيل الفقرة في الوقت ايه? صح. يعتبر مايكروسوفت تيمز. من التطبيقات مايكروسوفت تايمز. من التطبيقات الانتاجية لمناصرت مايكروسوفت طبعا دي اجابة يا ولاد صحيح. يعيط نظام التشغيل المستخدم من التواصل مع الكمبيوتر. غلط. يمكن استخدام بنك المعرفة المصري في البحث عن احداث عن احداث الاختراعات. صح. يؤدي ان زمان اندرويد واي او اس وظيف مختلفة. غلط. هما اتنين انظمة تشغيل. السؤال التاني اختل الاجابة الصحيح. يستخدم نقط لورية الاشكال الهندسية وكأنها حقيقية. واقع معزز. رسام. معالج الكلمات ولا في اس بوك طبعا ده الواقع المعزز. يمكن ابلاغ نقط عند تعرضك لتهديد سيبراني. لبلغ مين? مزاوة خدمة الكهرباء. السلطات المتخصصة من نظمة اليونسك والاشركات التجارية. طبعا السلطات المتخصصة. تصف نقط كيفية استخدام الاشخاص المنتج والتفاعل معه. تجربة المستخدم. تطبيقات. تطبيقات المستخدم بيناش تغسير الادات الازقاء. طبعا تجربة المستخدم. بعد تطبيق من تطبيقات ميكروسوفت سري هاندل سيك ستي فايف. الانتاجية اعلانية غير موسوكة ولا غير مفيدة. طبعا الانتاجية. يعمل نقط على حماية معلوماتك حتى لا يستطيع احد الوصول اليها. تشفير كامل تنمر تواصل على اختراق طبعا التشفير الكامل. مجموعات من الاجهزة المرتبطة معا لهدف مشتركة هي ملفات مدونات شبكات ولا مقالات. اجهزة مرتبطة معا لهدف مشتركة دي ايه يا ولاد شبكات. انشاء مجلات او مجالات مزيفة تحاكي الاعمال المشروعة. يعتبر مثلا لايه? تواصل الالكتروني برمجات خبيثة انتحال الصفة ولا امن سبراني. طبعا دي ايه انتحال الصفة. النزام نقط ولا اقصر شيوعا في انظمة تشغيل الهواتف المحمولة. ابل ايو اس اندرويد ولا ويندوز ولا ماك وايس طبعا المشهور اكتر حاجة متدودة الاندرويد. اختبار الثالث. صح ولا غلط? الافراض في اللعب الكترونيا يمكن ان يسبب القلق والاكتئاب. صح. تستخدم لغة ترميز النص التشعبي لانشاء صفحات الويب. صح. تجمل حقوق الطبعة والنشئ لعماد المكتوبة والمرئية والمسموعة صح? يعتبر اوت لك من تطبيقات ميكروسوفت سري هاندل سيكستي فايف. صح. قال لك برنامج التعرف على الواجه سيجري مسحة لليد باستخدام الكاميرا. غلط. مسحة للواجه. يمكن استخدام برنامج لمكافحة الفيروسات للتعامل مع التهريدات السيبرانية. صح. يعتبر سكايب من امستر حوسابي الصحابي غلط. السؤال الثاني. اختل الإجابة الصحيح ما بين الاخترات التالي. يعتبر نظام التشغيل. ابل ايو اس نظاما ايه? مفتوح المصدر يمكن تعديله مغلق المصدر ولا يمكن قراءته طبعا مغلق المصدر. جهاز يصل شبكة محلية لان بالانترنت هو المحاول الكمبيوتر المودم والتليفون طبعا ده المودم. يعتبر نوات احد امسلات الحياة الواقعية. اللعب الالكترونيا التواصل بالفيديو استخدام الانترنت قضاء الوقت مع الاسرة طبعا دي اولاد قضاء الوقت مع الاسرة ده امسلات حياة وقعية. لكن ده كله عالم افتراضي. اصبحت منصات نوات امر انشائعا مع انتشار الانترنت. المجالات الورقية المجالات الورقية ولا التناول المالي الالكتروني تداول المالي الا الكتروني ولا رسم ورقي ولا كتب ورقية طبعا التداول المالي аلكتروني. كلمات المرولة تتكون من ثمان حروف ارقامي الاكثر اي اختراقا امانا مشاركة ولا تداولا طبعا دي اقصر اي اولاد اكصر امانا. يعتبر نوع اداء من ادوات التحرير رقمي المفيدة محرك البحث فارس المكتبة النسخ ولا بنك المعرفة المصري أدوات التحرير الرقم المفيدة ده مين يا ولاد ده النسخ لغة العالة البسيطة تسمى النظام السلاسي نظام سعناوي نظام سيونائي نظام بسيط طبعا النظام اين نظام سيونائي يعتبر استخدام احد اجراءات المصادقة متعددة العوامل لوحة مفاتيح محارسة فيديو ولا الكرسنة ولا بصمة الاسبع طبعا بصمة الاسبع اختبار الرابع صح ولا غلط تقرأ متصفحات الويب المستندات المكتوب لغة HTML صح يعتمد المستثمرون في البيئات التقليدية على روبوتات الاستشارة غلط تستخدم المحولات لإرسال البيانات إلى جهاز معين داخل شبكة واحدة صح تعتبر مناصة واندرايف مثلا على الحسابة السحبية صح خمسة يجب الحرص على السبدال عن شتة الحياة الواقعية بالعلعب الالكترونية غلط يمكن انستخدام الذكاء للصناعي لكتابة مقال ما صح تسمى لغة الآلة بالنظام السناعي صح اختل إجابة الصحيحة لا تشارك نقطة على انترنت الغراء الحقيق معلومات عامة معلومات شخصية تطبيقات كمبيوترية تؤدي مهم تحاكي بها تفكير عنصر البشري وادا ايه تسمى بيه زكاء اصطناعي ولا قواعد بيانات شبكات وحركات دا اسمه زكاء اصطناعي لايضافة رابط موقع بنك المعرفة المصري في صفحة الويب يتم استخدام واسم ايه في لغة الشتية امال انا واحد من دولي اولاد طبعا الايه الامن السبراني هو الانظمة والشبكات والجهزة والبيانات حماية تهديد تدمير كرسنة اسمه امن يبقى حماية البرمجيات هي التي تتخذ شكل منبهات فيروسية وهي لاست كذلك المساعدة الموسوقة الخبيثة ولا الامنة طبعا الخبيثة وجود رسوم مقابل ساعة التخزين من نوعات الحسابة الصحابية ايجابيات سلبيات وميزات ولا امان طبعا دي اولاد سلبيات تعتبر نوعات من اجهزة الشبكات الزكية محاولات مسح ضوئي طبع شاشة عرض طبعا دي اولاد المحاولات يعتبر تطبيق نوعات من التطبيقات الانتاجية لمايكروسوفت 935 وورد ولا فيسبوك ولا يوتيوب ولا جوجل طبعا الورد اختبار الخامس تعطي الاوامر او تعطي الاوامر لجهاز الكمبيوتر على هيئة صور التوضحية صح غلط يتم استخدام واسم اي ايم جي لإضافة صورة في صفحة الويب صح اللي هي الامج يعتبر نظام التشغيل ويندوز النظام الاكثر شيوعا في العالم صح يفضل تغيير كلمات مور كل ثلاث سنين غلط كل ثلاث شهور وضع خطة شخصية للامان عمل انترنت وساعدك على حماية اجهزتك ومعلوماتك صح يعتبر بلنامج معالج الكلمات هورد مثلا على الحسابة السحبية غلط يمكن الاستعانة بوسيط مالي اثناء الاستثمار في البيئات التقليدية صح يرسل نقط البيانات الاجهاز معين عبر الشبكة طبعا ده مين المسح الضوئي مكبر الصوت ولا محاول ولا كمبيوتر طبعا المحاول يمكن استخدام نقط في رؤية الصورة سلسية الابعاد الواقع المعزز ولا معالج الكلمات ولا منصة فلابي ولا زكاء الصناعي طبعا في الواقع المعزز من المخاطر النفسية التي يمكن ان تسببها لالعب الالكترونية كسل صداع عدوانية اجهاد عين طبعا مشاكل نفسية بها ولادة عدوانية ان البيان كلها مشاكل جسدية يكون نقط في الجزء العلوي من الصفحة ويلفت الانتباه اكبر عنوان عنوان فرعي اصغر عنوان والعنوان سنوي طبعا اكبر عنوان نظام التشغيل ماك او اس يعتبر نظاما يسهل كراته يمكن تعديله مفتوح المصدر مغلق المصدر طبعا مغلق المصدر تستخدم منصة نقط للتعامل مع تطبيقات الحساب السحبية جوجل وورك سبيس فيسبوك جوجل كروم ولا وورد طبعا ولاذا نستخدم جوجل وورك سبيس مجموعة من المعلومات مخزنة في النظام كمبيوتر تسمى محركات بحث اختصالات مفاتيح قواعد بيانات ولا لوحة مفاتيحات متخزنة تبقى دي اولاد قواعد بيانات انشاء احتياطات تحميك من الاختراك الرقم دي من سماعي كرسنة امن السبراني ولا انت حال سيفه الاتصالات احتيالي دي اسمه الامن السبراني كده اولاد انتهينا بفضل الله من حل خمس امتحات متوقع المادة الايه تكون لدي المعلومات للصف السادس لنخرج عنها الامتحان ان شاء الله في انتظار دعمكم من السامير يا ولاد بلايك للفيديو واشراك في القناة وطبع صفحة الفيس بوك مسحب لعيس الفصار باتنا لكم نجاح بروطة فيك بازن الله كانت معكم مسحب رجاء والسلام عليكم ورحمة الله بركاته